اشتركوا في القناة 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 وبعد نحكيه. ايه. على موتاز زدام اللي عمناه يكن عام. اشيك توتالي مع الاسبيلونس خرج هذي الدروس. هذي الدروس انه الملاعبي كيو خرج عالطريق في ساعة يرجع. وكيو خرج عالطريق نقولولو زادا ما نبداش نحكيوه بالعاطفة. اه ينكبرو الملاعبي اكثر ما قيمته وقلا نحطموه باش باش نخسرو جوار. ها قطانا سكوب اه عب ستارة. موتاز زدام دار فيه. وكأنه زدام مش كون الاساس. نحكيوه بتوجيب بعد. نخرج وبعدك نرجع ونحكيوه على المنتخب الجزاري واول هزيمة لاول موبالات رسمية لبوتكوفيتش مع المنتخب الجزاري. نسلم مع ناس الكل تسمع فينا علي فهم سبول الشيك معي كل مطالق مسعودي وقعب ستار بن موسى للحديث على المنتخب الجزاري لاخسار البارح في ثالث موبالات في تصفية كاس العالمية من منتخب الغيني مقابل اه واحد اه فلاديمير بيتكوفيتش اختار بش اكون التشكيلة اه مندريا توقاي مندي عالطال ايت نوري براهمي اه زروقي بن طالب سعيد بالرحمة اه بنزيا وامين القويري هذو من الاختيارات اللي اختارهم المدرب اه بيتكوفيتش اه عب ستار اه البالح الناس كل كانت استنى في المنتخب الجزاري لحتى كريم بنزيمة اه اصبوع كامير في الزير في عطلة سيحية دار وبشي وشيف المنتخب وكانت تكرم وعطاهم ريول ونس كل كانت فما اه فما جاو فما فورجان استنى في المنتخب الجزاري لكن البارح اللي ريناه مرينيش عكس عكس هذا الكل المنتخب الجزاري في اسوأ حالته خي بتأمل اه الحقيقة بالنسبة للنتيجة هذي المنتخب الجزاري اللي هي على ارضية ميدان وامام غينيا اللي هو كون كيرون دي ريكت معاه لانه انبعد انتي الجزار ماشي الغينيا راك معناها بش تلعب لها واليوم عندك تنقل الاوغندا منك يوم الاحد اللي هو مهوش بش يكون سهل واليوم في افريقيا معتش فاهم فريق سهل وفريق صعيب كل شي ممكن كسواء ذهابا او ايابا ونتيجة اللي حصلت معناها في الايامات هذي خير دليل على ذلك لحقيقة مردود محير للمنتخب الجزاري عدم اشراك بالناس الاساسي لحقيقة نقطة استفان بالنسبة لبيتكوفيتش ونس كل تسالت على الموضوع هذي خصوصا وانه البارح شوفنا انه وسط الميدان متاع المنتخب الجزاري لحقيقة اه كان اه ضايع ما كنا ما شوفناش معناها اه الحقيقة فريق معناها قادم انه يبني اللعب براهيمي اولا هني جاي لبراهيمي وعلى الهجوم البيترح رينا فوضى فوضى هجومية ورينا عدم اه ترتيب الادوار لانه البيترح رينا كم كبير من اللاعبين على المستوى الفني قويين بالرحمة اه اه براهيمي معناتا الحقيقة ممكن لاربع القدامين اه فهم معناتا ولكن وقت اللي انت متحددش المهام متاع كل واحد وقت اللي تلعب انت مغير قلب هجوم وبراتيكمان البروفيلي شبه البعضه كل واحد تلقاه بش يلعب فوق الاخر دونك البيترح رينا فوضى لحقيقة في الهجومية وعليش عب ستار علش هذي له شواء متاع المدرب علش ممنشينا اللي بش نهابة التشكيلة بش نقول لك علش ولكن المدرب اختارها كاية اه هذي حاجة غير مقبولة لانه اه هو يقول اضعنا العديد من الفرص ولكن مهمش فرص كبار اللي جايه للمنتخب الجزاري ما معنى ما تا ما يشكل لا دوميناسيون الكبيرة اللي صارت على داخل المنتخب último مراقب بالجازيCOM اللي جحا منيش نحكي على إلى Democratic أسامي ولا محور الدفاع نحكي على المنظومة دفاعية منظومة دفاعية للمراجعة كل هجمة مرتدة على المنتخب الجازيلي اتناش تقول هذي بش تتمرك شوفنا كيفbie's الهدف الاول معناها لحقيقة وقت تبدأ انت بالنمبر هذاك قدام ديزويت متاعك وكرة الاولى ترجع دوزيان بال ما تاخذ هيش انت ترجع قدام غينية دو فواء مهوش معقول وقت اللي كرة يضربها الولاتيرال دروها بالرأس وترجع دوزيان بال عند المنتخب الغيني مهوش مقبول انت ما تخوش لدوزيان بال اه تخسر الكورات معناها قدامك حاجة اخرى انه لحقيقة حارس المرمي تحمسوا ليه في الهداف الثاني واليوم في تصفيات كاس العالم مش مقبول انك تقبل هدف بالطريقة ه ذايا وانتي مطالب انك ترجع على فريق متاعك وتخلي حظوظ المنتخب الجزاري قايمة اختم انه اه بيتكوفيتش في تصريح يقول هناك مشكل ذهني ومشكل تواصل هذايا راو بالنسبة لينا يتحملوا بيتكوفيتش لانه وذايا من مهامك انك انت تحل المشاكل الذهنية ومن مهامك انك انت تخلق التواصل ما بين اللاعبين وتحط التركيبة اللي تنجم تركب على بعضها هو راو ذكي حتى في الحديث يقول اعتقد ان المشكل هو مشكل ذهني خصوصا في الامتار الاخيرة كذلك فما مش مشكل بدني رينيه البرح تارق المنتخب الجزاري هو يقول ان شاء الله في المباراة القادمة المشكل البدني يتحل هو مش نبدو متفاهمين الساعة اصعب جورنيه في العام هي جورنيه في فهمتها جوان يعني صعيبة على الاخر على مستوى الذهنية على المستوى البدني ملاعبية فان كونترار خان نفعل معك هناك ارهيق هناك اه نيقوسيازيوم دا كونترار صحي دا صعيبة على المنتخبات الكل وشوفنا ديجار برح كنشوفوا سينيقال عاملة اه تعادل كنشوفوا الجزار الخاصات كنشوفوا مسر ربحت بالسيف كنشوفوا منتخب تونس ربحت بالسيف معناها واحد باليش والملاعبية كلهم اهمش في نهارهم الحاجة الزايدة على الى ان جورنيه دي صعيبة برشة الجو متوتر برشة في الجزائر متوتر على الاخر فما ناس معا بالماضي البرح الجمهور يعيط على بالماضي الله هو اكبر جميل بالماضي معناها يو غير مقبول لحقينها لأنه هذيك هذيك نور أفريكان هذيك عقليات نحن ديما نحبه نرجعه للتاريخ السعيدة متاعنا سواء في الأندية سواء في المنتخبات بريسيون نشوفه البلاتويت نشوفه التحاليل نشوفه الجمهور فهمه غش غير عادي سيفري اخسارة كبيرة اخسارة مش مقبولة لكن المدرم الزيال كيجي مش نشوفه الأفكار متاعه البارح فهمه لهم على اللي دولاتيرو ايت نوري وعطال ولو انو عطال شوطلول كان بهي سور البلون تاكتيك ما خليوش ايت نوري يطلع ابراهيمي وابراهيمي البارح بصراحة مانا ربي يكون في عونو مانا بريسيون اي نورم جمهور متغشش علي برجة الجماهير جزائرية محبوش حتى في الكونفيرونس في الديكلاراسون جاي بش يتكلم وبعد جاي واحد مصطاف خرجه لأنه سبين فهماش كون عايز البليلي بارح فستاذ طالب البليلي هم علاش يقول على جميل بالماضي يقولك جميل بالماضي هو اللي كعاية البليلي وكادريه وخلى منه من اخطر مهاجمين في افريقيا وشوفنا مع المتخب الجزائرية شنو عمل يقولك لهني ذي كوتية تاعة المدرب انتي يخوي مهمتك انتي بتجيب ملاعبي مهمكش فيه شنو يعمل في الاكسترا في حياته الخاصة ذيك حاجة تخصه هو انتي كمدرب انتي تمثلم لعبي يعني في وتقرب له وتخرج منه لماكسيموم وذي الحاجات ونحبه لنكره موش مقبول هو راو مهدي لكن عنده انصار راو جميل بالماضي عنده ناس يمنو بيه طلع شنية اللي عباد يحكي الصحافة تحكيوا انه المساعد متاع بيتكوفيتش هو ليأثر عليه لعدم دعوة البليلي دونك هذي معنة الناس كله والصحافة يحكيوا عليها كيفاش نبيل نغيز اثر على بيتكوفيتش انه هو ما تمش تعوة لبليلي واظهر البارح لليبليلي ممكن عنده مكان حتى كوم صوريسون دورو شانج معناها في الشاطفان بيانصير صور توبنا بعد الاخسارة بعد الاخسارة خدتنا شقول لتحب كان رباح المنتخب الجزيري هذي كرة ما نحكيوش عليه لكن ميساج من هنا لاخوتنا في الزير راو لانتوراتش على المنتخب الاول فيه برشة توتر يزم يمنوا بالملعبية دوما ويصبروا عليهم بتبيع الملعبية يزم يعملوا عليهم والمدرب يزموا فيه سعة يتأقلم وكيما قال عبستار موافقه على الاخر هنا منتخب كبير يزم عنده حارس كبير الهدف الثاني بصراحة البيع لحكي ينجم ينحيه بتاع متخب الجزير لكن مزيلت الجزير اللولة ومزيلت عندهم اما بالجوة ذاية بالمقارنية اللي ديما مش تخلي بريسيون على الملعبية شوفنا البيع جمهورزة دعاية على رياض محرز ما قبلوش انه رياض محرز ما يكونش موجود ديما كابيتنا في منتخباتنا العربية مهدي ديما رزينا ديما الفاتوري هزها كابيتين ديما البيع وستار وذي مش في صالح بتبيع المنتخب الجزيري ان شاء الله ان شاء الله لان الماتش الجاي شوفوا ريكس لهم عند الملعبية وان شاء الله خاصة خاصة ينقص الضغط على الواحد لانه توا بالريزوسوسو بالتيك توك بالفيسبوك بالواحد كلها تحلل كلها واحد بريسيون كبيرة برشا ونعرف ونسخونا توزير حتى الاحديد اللي صارت في برات قصة 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 تينا الاخرانية ومع الاتحاد العاس ما كانت والا والمقارنة مع اللي 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 اللعبوا في البطولة ومكذا ديما ديما تتبع ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله عبسطة عهد جديد في المنتخب الجزيري عبسطة رح سويل وانتي كامير كفير كتوصل عهد جديد في المنتخب الجزيري يزمو وقت يقول لك لكن مثلا بوستر هنا متى حفيف دراجي يقول لك عهد جديد صحيح يزمو وقت لكن اللي يزم زادة مجازفة يزم تيمشي المنتخب الجزيري كذلك اه حفيف دراجي قي يقول اللعبية يزمو اكثر روحة اكثر رقلية مره ومش اشياء ديما المجازفة يدور لكمية المهاجمين اللي موجودة البارح معناها معناها كمية مهاجمين اللي قادرين يسجلوا لأي فريق ولكن كيفاش بش يسجلوا هذا هو الموضوع لانه ملقاش ممكن الحلول بش يسجل مع منظومة دفاعية هاشة مع حارس لحقيقة مكانش البارح في المستوى مكانش في المستوى بش يرجع الفريق ومع الضغط الكبير المسلط على المنتخب الجزيري هذير كله ولد انه هزيمة لحقيقة خايبة برشة للمنتخب الجزيري نقطة اخيرة بالله بش نختم بها انه جميل بن ماضي اصبح من الماضي جميل بن ماضي فاز بكاس افريقيا اعمل فترة ممتازة مع المنتخب الجزيري ثم مر فترات صعيبة جميل بن ماضي اليوم معاتش موجود في المنتخب الجزيري من غير المقبول وانه في مباراة منتخب جزيري في تصفية كاس العالم وتعرف انه منتخب جزيري في حاجة انه يترشح الكاس العالم بعد النقصة الاخيرة متع كاس افريقيا غير مقبول انه هتفت تدعو معناها أنه جامل بالماضي تدعو وتعايت باسم جامل بالماضي في الملعب غير مقبول أنه تصفيت حسابات أنه كسوسواء لبليلي حاضر أو مش حاضر محرز أو مش حاضر هذي حاجات ما تتقالش أثناء المباراة صار شواء يجب أن تحمل اسم الصلاة يجب أن تلعب الجماهير تقف مع المنتخب الجزاري لآخر لحظة ومن بعد هذه رأوا كلام إعلام وليزو السوسيوت نجم تقول لي تحب ولكن مطالب المنتخب الجماهير المنتخب الجزاري أنهم يقفوا مع المنتخب هذي ويبقى في الآخر إشواء متع المدرب وتحسب المدرب في الآخر ولكن في الآخر محرز والبليلي أظهروا البارح أمام غيري أنا كنت ضد أنه قدوم بش ما نتنقذش مع نفسي لأسبوع الفارض قنت أنه البليلي كمبورت ممتع وخايب معناها وممكن يضر بالمجموعة ولكن فنيا حسب مرينا المباراة بتع المنتخب الجزاري قادر أنه وقت ليكون حتى على بنك الإحديات ودخل ويعطي الإضافة البارحة بيتكوفيتش تاريخ يقول أعتقد أنه مشكل ذهني كما قلنا مشكل تواصق الكومنيكاسيون باللاعبين في منطقة واحدة قالك في وسط المباراة وكذلك حكيه اللي فهم تغييرات المباراة القادمة يقول عندما نخسر جميع من كان يعتقد أن اختيارات القايمة هي خاطئة هذي هو كلامه هو يقول لك أنه ينخسر ويقول ويولي الاختيارات ويولي خلطة بتبع بعد اخسارة نجم تقول كل شيء ذاك عليش توليت معناها لديكلاراسيون كلها محلة شبيه بليلي مجيش شبيه رياض محز مجيش لو بالموضوع أنه برشا بريسيون هو مهمته هو المدربة ذاك بشي هو أنا نتصوره هو بيديو لو متفاجأ من كمية الضغط متاع استيقال متاع مريول متاع الجزيرة يعني لو جمهور يحب برشا قاد يخشف معهم قريب برشا برشا كبيرة برشا اسم يعرف يعني كما لامريك الاتين أنه ما يتسامحوش يحبوا دين ما يربحوا وما تحكينوش أي لعظار كل ما تحكيهش وبتبيعة كما قال عابستار المحلين واللي يحبوا البليلي ولا والحازين مننا ولا اللي يضد الصاد رئيس الجامعة ذايا ولا اللي يضد وقت ذا اخسارة بتبيعة مش يطلعو لك معناها الأغلاطة الكل ويبدأوا معناها نزلين على المنتخب الجزيري أنا نصور اللي بيتكوفيتش بعد دو جورنية دوما مش يراجع برشة حسابات وأكيد أكيد مش نراهوا منتخب الجزيري خيلي أنا والبارح كان كان معناها سيء للغاية خاصة خاصة المردود الفردي والجماعي للملعبية صورتوه في شوفنا كورة ضياحة بونجاح ولا بونجاح يعني في عشية موضحها ما هوش ولا فقيل ولا كذا نعرف بونجاح البلوس اللي عطاه المنتخب الجزيري مهاجم ما يجيش كل يجيه كل ثلاثين اربعية سنية بنت بغداد منجاح زيادة فما زيادة شوية لانجراتي تويز زي ما نبعد عليها كي يبدأ مليعبي مش في نهاره نحاول ننزلوا معاها مش نعطيهم كل برشة كلية من برحلة المدرب عم ستار يقول لك شوت الأول كان ما فام حد شي لمتخب الجزيري صوت ضعيف جدا كما قلت عفيد دراجي هبط في البوست يقول لك شوت ضعيف جدا علش المدرب هل هناك فكر جديد ليه هل هو يراه في الهجوم متخب الجزيري اللي يزم التوليف تكون هاكا كان رباح عارب عارة نتوى نحكيه وما لا فكرة جابة بيتكوفيتش وما لا أفكار وكيفاش العب بمهاجم ما هوش صريح وجاء من تالي ودخل ووليه النظر نظر نظر هي دي شواء كل مدرب عنده دي شواء وانتي كيتاخذ دي شواء راك كي ما تناجم تنجح حكيمة ناجم تخطق وقت اللي تغلق وقت اللي تخطق المحكمة تنتصب ويحكموك بايوين غلط بيتكوفيتش يناجم أنا منيش مع أنت الحقيقة نعم انتي محلل ناجم تقليل ولكن أنا منيش عايش مع بيتكوفيتش منيش أنا نتبع معناها في اللاعبين متاع المنتخب الجزيري نعرفهم كيفاش يعيشوا في جمعيتهم قداش لعب وما لعبوش كيفاش لعبو وانا اليوم نرى في مبارات ونجي نحللها ونأخو نعم نظرة شاملة ولكن لديتاي والداخل منيش أنا عايش مع المنتخب الجزيري معناها المتدرب يعرف فيش قاعد يعمل يناجم يكون نعمل أغلات وقال هو مبارات أغندا باش تصير فيها معناها حاجات وتغييرات وبالله نقطة هذي باش نربطها مع المنتخبات الكل اللي يقولوا ما فاماش فكر البارح وما فاماش وما فاماش بالنسبة لبيتكوفيتش بالنسبة لمنتصر لوحيش بالنسبة لأي منترب هذي كلمة هاي توا كاردوزو ستة شهور إيراني في التراجي قلنا ما عندو حتى فكرة هجومية وقلتو مزل بكري عليه ويلزموا شوية وقت باش ينجم يحط الأفكار الهجومية وما نجمش وتحبوا انتوما ثلاث أيام منتصر لوحيش يعمل أفكار في ثلاث أيام يلمهم معناها في نهار ويعمل سيانسة خفيفة ومن بعد يلعب مو بعد يخوا الطيارة يمشي جانوا بإفريقيا وتحبوا تراو ديرو بيردوجو دي سيركويت بريفيرانسيال ودنيا ومور وكل شي هاو منتخب الجزيرة اللي لعي به فنين أقوى مننا احنا مئة مرة وما فماش حتى أفكار هاو منتخب موري تاني معناها بلاعبين لكن اشارة اعطوزي كم تفئر راو برش اشارة اعطوزي كم تفئر برش مرون ديمون مصر راو بسير انك تحط منظومة ديفاعي وقت اللي تكون ما عندكش امكانيات معناها بدنية معناها هجومية كبيرة عادي احنا مستوينا ذات كرواتيا كان مستوي ممتاز لأنه لعبنا معناها بلوك ديفونسيف ولعبنا سير لترانزيسيون ما كناش احنا نمتلك الكورة وقت اللي بش تلعب اندي ذات فريق اللي هو أضعف منك ومطالب انتي بش تيخو انتي لو دوسي وانتي تعمل يلزمها باش افكار هجومية مش معقول بش نحكيو بش نحكيو عالمتخب التونسي فربوع سيالاخيرة من البرنامج بش خل ناخد طيارة من زي نمشيو للمصر عبدالسطار نمدى بيكا المتخب المصري بلا حتى تسرع لبوركينة فازو في المقابل واحد دوبلي تريزيقية للينا فورما كبيرة تريزيقية واختيارات هوسام حسن اللي اختار ثلاثة في محور دفاع معاش ناوي وحارس جناوي اللي ما هوش يلعب في الالي راجع من الاسابة هو الحارس الاساسي للمتخب المصري حمدي فتحي العب عبد منع مرامي رابعة هاني عاشور زيزو ومروين عطيب في الوسط الميدان وقف الهجوم محمد صلاح لاعب ليفربول ومصطفى محمد لاعب نونت الفرنسي النتيجة ثينة بواحد مع كما قلت ثلاثة في محور الدفاع اختيارات حسين حسن الحاجة البيهة اول حاجة يعني تشوفها من ماتش متاع مصر انه المتخب المصري اللي هو يحب عليه الجمهور المصري انه لعب الهجوم يعني عانيه برشا مع المدربين الكل انه لعب دفاعي ما فهمش طريقة هجومية بتبيع عذاي كلام تعاطفهم تعجمهولي يعني مش تلعب هجومين يزب بكون اكليبري ويزب بكون برشا حاجات بكون فورما وعندك كاليتين وعندك مجموعة تجل تلعب لها الهجوم عكس رياض محرز والابراهيمي في الجزائر محمد صلاح البرح صارتك الديكليك البرح ماتش عتاسيس ماتش ماتش امبيكابل هو وزيز وتريزيقي تلاتة اضم معناها كانوا في فورما كبيرة شوط لول شوط لول كان ممتاز شوط ممتاز جدا للمنتخب المصري سجلوا زوز هداف الشوط الثاني تراجع للمنتخب المصري وذي عادي الحاجة اللي بيه انه الامباكت والروح متاع حسام حسن اللي نيس كل طالب بها باش عداها الملعبية لانه في برشا ماتشويت المنتخب المصري قبل ما يجي حسام حسن كان لا فهم أداء ولا فهم لعب هجومي ولا فهم الروح اللي ديما يطلبوها في المنتخبات هذه حتى حاجة ظاهر في مخ حسام حسن الساعة واضحة لشناوي هو الحارس الأول للمنتخب وسكروا معناها الجدالة ذي وانه مباكت حسام حسن موجود لشناوي هو مش يكون الحارس الأول الملعبية البارح شفناهم بريسك يعني عكس المنتخبات الأخرى أنه شويت الأول كانوا كل ممتازين وبتبيعة اللي في كاسيتها الكبيرة والروح الكبيرة والفورمة الكبيرة اللي فيها تريزيكي خلى المنتخب المصري يتمين ولو أنه شويت الثاني صار فما تراجع وذي مفهوم ونستنعوا جورنيه جاي مش يكمل بالديسبوزيتيفة ذي حسن تليتها في المحور ولا ليه ولا مش يزيد ملعبية في الوسط لكن راوك يبدأ محمد صلاح هما معناها البارح قالك يحاجم اللحية تنحات القينة وتنحل هاوك كانت مغمومة بالحجام رغم رغم الانتصارات انتصار البارح فما انت قضيت خاصة عبساتها في شوط الثاني على الجانب البدن يقول لك المنتخب المصري ما هوش حصل فجانب البدن يريناه البال حتى في التلفزيون اللي حلو في التلفزيون المصري اكيدة شوط الثاني كما كان يقول طارق فما استسائل ممكن صارت للمنافس انو النتيجة كان تنين سفر السيطرة الكبيرة اللي صارت شوط اول معناها في الشوط الثاني واللاعبين معناها ممكن يخاموا ممكن حتى على المبارات الليين بعدها انو مما تمانوا على النتيجة ولكن برشة برشة ولكن معناها الحقيقة المنتخب المصري مع حسيم حسن ثم الروح متاح حسيم حسن موجودة في اللاعبين وهذا اكدوا تصريح نائب الاتحاد رئيس الاتحاد المصري وقت اللي قال حسيم حسن خلال اللاعبين يأكلوا القزان ممكن هذي تصريح قالوا البارح وقت اللي تشوف لانتام تعالما وعليش ديما نحكيه حتى على تونس لانتام تعالمبارات وقت اللي تخل صندون انتي على الفريق تحطوا في تركينة تحطوا في بلاستو دونك هذي مهم بارشة البارح وقت تشوف معناها بداية مبارات على المنتخب المصري تشوف الهدف اللي هو تريزيغير عبع الكلوار ثلاثة خمسة اثنين عبع الكلوار اكسنتري اكسنتري هو اللي سنتر الكورة الولانية وقت اللي الكورة عادت راجعت عن صلاح يدخل من الكلوار للدزويت ويدخل ويسجل هو مبعد معناها الحقيقة بطريقة قال لاخر ممتازة ياسر الدريب اللي عاملوا معناها وسيقي سار ممتازة وكيف كيف فما ضربة جازال تريزيغير ايه ما تزفرتش ما فيه حد شي معناها مردود بالنسبة للمنتخب المصري مردود ممتاز وفما روح الاهم انه فما روح فما جرينتا جديدة فما طريقة لعب جديدة للمنتخب المصري ممكن ثلاثة خمسة اثنين هي تركيبة اللي ممكن اعرفها المنتخب المصري وقت السنوات متع سيطرته على افريقيا اليوم حسن حسن كان مامبر من المنظومة هذيك اللي كانت مسيطرة على افريقيا مع شحاته دونك رجوع للماضي مع حسن حسن قادر بالنسبة لينا المنتخب المصري اليوم انه هو يتمن على الترشح متاعه بيفوزه في المبارات القادمة لانه لو يفوز للمنتخب المصري في المبارات القادمة وبيش يلقى روحه بعيد على اقرب ونافس ليه بسبعة نقاط وهذي مهمة مهمة يسر للمنتخب المصري بشي حق حلم المونديال الي هو حلم طالما استنيه معناها الجماهير المصرية طالما استنيته ونتمنى وانه يفوز في المقابلة الجاية ولكن شفنا حتى تعامل حسين حسن على المجموعة تبدل حسين حسن انه رايض عليني ما هوش حسين حسن بتاع العادة اجي تي هو ولا اخوه ابراهيم حسن شفنا تعاملوا مع امام عشور وقت ليخرج متغشش ومستنمش عليهم كيفاش حميهم بعض في الندوة الصحوفية وقال ليه هو عنده اصابة في العذر الظام ومفهم حد شي واحتواء المشكل هلية حتى في الكممونيكسين حسين حسين مع المنتخب بتطور واذي حاجة ممتزة للمنتخب المصري طالق عنتك مظيفة للمنتخب المصري اذا 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 حسين حسن نستنعوها لانو اذا مش مش روبير اي خستان رو ماتش العاب الماتش رولاني معاني يزولاني ترجح اه وماتش الفاني يخسر الاربع رو مع الفريق كرواتي مع كرواتي وكانت فعلي برجة حرب انتقادات كبيرة ياسر بتبعه هو قاعد يلوج توفي اللي كيف بتنعرفه في مصر وسيطرت لهلي على المنتخب وعلى الكواليس وعلى وعلى القائمة متعل المنتخب كباش مش يتعامل مع مع الوضعية ذي وكي يصير عنده حماية ما هيش موجودة عند بيت كوفيتش تو معناها الناس كل تحس هورا حسين حسن عدوا برشا مع المدرب الاجنبي وفدوا برشا من المدرب الاجنبي تو حتى اللي رأى في حاجة ولا يرأى في نقص مهدي قاعد يدز وقاعد يقول نستنعو كما استنعنا الاجنبي نستنعو حسين حسن المغرب المغرب تلعب اليوم امام متخب الزامبي مباراة كبيرة للمتخب المغربي رجل راجي حكاية البرح فلاد والصحفية كان حماية برشا لعبين وحكاية كذلك على زياج ودياز قال هذو مزوز لعبين كبار يعرفوا ينسجموا ببعضهم قال لديك الكبار دي امن ما يخلقون في فترة قصيرة حكاية كذلك على تبديل الخطة سألو برشا صحفيين على تبديل الخطة بتاعو يقول راني كان بدلت الخطة ركو انتم اول عباد بيش تنقضوني وفي الاخر انتم بيش ربح ومانيش هنا بيش نربح دونك ما كتعرفوا ديما في الكمنيكاسيون ديما يحاول ما يعملش المشاكل مع الصحفيين لكن ديما يرمي يرمي زرائل يخلي الصحافة المغربية ديما تكتب عليه اكيد هو شوف تلعب اربعة ثلاثة ثلاثة بيش نقضوك ترى باربعة ثلاثة واحد بيش نقضوك في ايو طريقة بيش تلعب بيها تنقضو تبدل بيش نقضوك عليش بدلت مكش بيش تبدل بيش نقضوك هذي هي هذي هي الواقع هو الحقيقة رأيو حاجة عادية تنجح حد حد ما يكلمك ما تنجحش الناس كل بيش نقشكوا وتنقضك في الاختيارات متاعك اليوم ممكن تصريحاته كانت ممكن المغربية كانت مخيبة الامار على المستوى الهجومي معا الكمية الهيلة من اللاعبين من ناحية الكام والكيف لانه عنده الحقيقة افكتيف كبير ولكن على مستوى الكيف معناها ممتاز وممتاز جدا لعبي ما هو بين اي دياز ايوب الكعبي زياش عنده 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 برش حاكم زياش هو اللاعب العربي ليورم بلسوم على الكعبي ما هوش كونفوكي معناها يصف العربي فاز بال بالكونفيرانس ليغ معناها عنده عنده Productive معناها كبير ياسر ولا ليست الارجيم بتاعه كبيرة كبيرة برش اليوم فما حاجة يريحون الصحافة يعرفوها المغربي انه اه فما كونتراند كبيرة لمنتخب المغربي ومنتخب المغربي ما قبل المونديال وفي المونديال ليس بالمنتخب المغربي بعد المونديال لماذا؟ لانه طريقة اللعب في افريقيا بشتختلفه مع الطريقة اللي شفنا بها في المونديال لانه اليوم راو اليوم هو بالنسبة لي ولا فريق أوروبي في إفريقيا والمنتخبات الإفريقية والليت عبارة منتخب مغربي في مونديال مع أنت إيه لي بشي لعض المنتخب اللاعراب بشي سكر اللعب وإذا شقالوا برحمة رقرقية ماكش بشترقى لسباس بشي كراولك ألف حساب يعرفوا كله كبيرة وصغيرة دونك هذي ريزون دو بلوس إنك انت بشترقى مشاكل اليوم مطالب هو وحمي وقال إنه هذي مسأل ثيقة وانا عندي ثيقة في اللاعبين متاعي إنه بشي سجله حتى لو ما ضيعوا كر مطالبين يقعدوا مركزين لأنه البونتو طوي جي معناها بتبيعته أنا متأكد إنه المنتخب المغربي على مستوى حتى كميرقاش حلول جماعية قادر فرضين إنه يلقى المشاكل مع دخول دياز مع أنت اللي هو إضافة لحقيقة كبيرة برشا مع الكعبي اللي هو في فور متوى وجاي معناها بتيتر من أوروبا رحيمي وناحي معناها الحقيقة فما فما إمكانيات كبيرة أنا نتصور إنه المنتخب المغربي قادر إنه يقدم مستوى لو يكون معناها آآ متى زن ذهنيا على تيل تسعين دقيقة هو البداء هرق راقي كلما قصرت بروفوكاسيوم عن صحافة المغربية قاعد سيكا تيخذوا المسؤول الإعلامي مسؤول الإعلامي هو اللي البارح عمل مشاكل مع العمل مشاكل قالوا شوفتها قالوا راي ولا ولا سويس قالوا راي قالوا خليه عن بك المسؤول الإعلامي للمنتخب المغربي آآ يقول عندي عبرشا خيارات آآ رقاق البارح يقول عندي لعبين موابين وانا ركز على عملي كيما ركزت قبل في في لويدياد وكذي حتى مع المنتخب المغربي راني نركز كان عن المجموعة وعلى شواء اللي نختاره منه يقول انا اللي ناخد القرار والكلمة الاخيرة دي ملايان بتميعة مدرب آآ آآ كيما يقول ولا بلا يحد بالعربية مثير لجدل مدربة قوية في كومنيكاسيون مدربة عمل دمي فينال كاس العالم وأصعب حاجة في الكورة وفي السبور في سيفة عامة أنك ديمة تخلق الموتيفاسيون يعني بعد بعد دمي فينال آآ كاس العالم شنو الموتيفاسيون مش تخلقها المنعبية مع العقلية العربية متاعنا ولا المغاربية ولا برغم ينعبوا في أوروبا طالقة؟ بيانسور بيانسور يخي يارع في أوروبا مبوه مغربية ممو مغربية معناها الأصول والدم والحاجات مجينية معناها سعيب برشة أنك مش تحاول آآ تخلق دي دي سورس متاع موتيفاسيون آآ معناها اللي هنا في الكوتية ذا خدمة كبيرة المدربة ذا مدرب قوي مدرب ليدور مدرب دي ما هو في الويشة حتى في اللي ممون خايبين دي ما هو يحمي لعبي هازه يحمي ملاعبيته يغلب ملاعبيته يغلب الاتحاد الكورة متاعه زادة ولا الجامعة متاعه آآ ملاع ملاعبية كبار لغران زياش آآ بصراحة حتى نخرج شوية على الموضوع كان داخلها بدربوا فلسطين آآ في معا في تركيا معناها حاجة يظل لي أكثر أكثر تصويرها ولا أكثر فيديو صغير دار العالم فملاعبية كانت هي تكنيك ما نحكيوش عليها من المقارنة لكن راو بعد المونديال بعد نص من هيكاس العالم راو مش كل نمور صعبة برشة في أفريقيا لأنه شفنا المنتخبات شفنا ساعة معاها شفنا سكورتا عربعة وخمسة آآ وستة أوكي ما تشنش تلعف في أفريقيا بطبيعة وانت دمي فيناك أسل العالم وما لك مع غينيا ومع ناميبيا ومع مع زمبيا ومع واحد لما لك مشتاقة الصعوبات ملاعبية كبار منتخب كبير دوك مش يحضرولو ولهني آآ إسكو مش ينجح لأنه هو بيدو نراكراكي لكن نحكي فيها العقلية بتاع الجمهورنا هو بيدو مغربي يعني عنده إسكو مش ينجح بش يناحي كسكيت هذين تعديمي فينال وكل كريسيت الكبيرة ويخلق منتخب جديد ويمشي للهجوم ويسجل وجيب آآ النقاط ويرجع بالمن منتخب المغربي للبوديوم لأنه بصراحة يعني بعد نصف النهائي كاس العالم يزمك تزكي كاس الفريقيا تزكي كاس الفريقيا معنا انت فشلت إسكو آآ الراجراجي في اللي أشهر دوما مش يعاولي يبني منتخب نفس الأسماء ولتا ولفهم تغييرات وينجح أنه يطلع البوديوم كبدا في فريقيا صعيبة برشة لكن معنا ثيخة كبيرة في المدربة الذية أو حماية كبيرة من المنتخب المغربي وجمهور المغربي اللي ديما مش يقعد عنده آآ كما الورقة الخضر ولا عنده رسيد من النقاط مش يشفعوا له أنه كي يغلط يسمحوا قوة المنتخب المغربي صحيح عنده هجوم النار لكذاك عنده حارس مرمى وعنده دفاع ممتاز بونه حارس مرمى حاكيمي آآ في المحور سايس يعني عنده لعبين سايس منتخب متكامل متكامل منتخب متكامل في كامل الخطوط معه مدرب الحقيقة وره معناها الحين كمتاعه وكفائته معناها الفنية في المونديال مر بفترة خائبة في المغرب آآ في الكاس افريقيا الفارتة لأنه جاء في وضعية أخرى مش متعود عليها مزيل ما يعرش انه الناس بش تقراله حساب وانه هو مطالب انه يبدل طريقة اللعب متاعه ويلعب بمنظومة جديدة اللي هي مختلفة مزيل كان عايش في الفورية متاعه انجازه متاع المونديال فق على روحه المنتخب المغربي بعد النكسة اللي صارت له في كاس افريقيا اليوم مطالب انه بش يوري هالرياكسيون هذية امام المنتخب الزنبي معناها اليوم في المباراة اللي بش يصير اعطيك صح عب ستار نخرج وفاصل ونرجعه نحكيه على متخب التونسي ونحكيه على مباراة ناميبيا كيفيش يلعب المنتخب التونسي وشن هو الشواء اللي بش يختاره منتصر لوحيش جميع في العشر دقائق الاخيرة من برنامز سبور شيك نحكيه فيه على متخب التونسي وبوراته نهار لحد الخمسة وتار عشائق من متخب الناميبي بش يكون في جنوب افريقيا المنتخب وصل لعشرة متاع الليل واليوم اه يعمل حسة تدريبية عب ستار اه المنتخب انتصر على المنتخب الغيني وهذه هو الاهم تثنيقات نتيجة دي ما نستاوج على نتيجة المنتخب التونسي الاهم هو تثنيقات الاول في المجبوع لكن برشة نقاط استفاهم على مردود المنتخب وبرشة نقد على مردود المنتخب فما الناس تقول لك اه هذيك هو المنتخب احنا حاشنا برزولتها ويزينا نجيبه رزولتها فما الناس تقول لك ليه نحاب المردود لا هو المردود دون المطلوب لحقيقة النتيجة كانت موجودة ولكن المردود كان دون المطلوب ولكن مش كل يوم انك بش تلعب دون المطلوب وتنتصر لازم تكون عندك المطلوب بش ناجم تنتصر به دونك اه نتفقوا الناس الكلو للمنتخب كان المستوى امتاعه معناها ضعيف وضعيف جدا خاصة الشوط الاول الشوط الثاني ممكن كان احسن من الشوط الاول ولكن الشوط الاول ممكن التركيبة ما كانتش تركيبة الموثلة ليزي ما تهبت خصوصا معناها اه اليس ساعد في خطة قلب هجوم الحقيقة ما عندوش معناه لو بروفيل بش يكون موجود غاديكا ممكن فكرة متاع مدرب حب كيما كنت نحكي لك قبيل على بيت كوفيتش وافكار وكل شي تنجح الناس الكل تقول لك يعطيك الساحة ما تنجحش الناس كل بش تنقدك وهذيك هي معناها اه الكورة ويزمك تقبل معناها قانون اللعبة. اه اه على مستوى وسط الميدان اصابة العيدوني ودخول الغندري غندري وعيسة وغندري وسخيري على مستوى الميدان ما يعطيوكش نسق غير قادر انك انت بش تعمل معهم معناها الحقيقة بش تاخو لابوسيسون افك ديزيشانس دو باس رابيد وتحط نسق كبير لانو الغندري انت ايليلان حتى في تعامله مع الكورة السخيري كيف كيف. دونك غير قادر انك انت بش تتعامل معناها اه اه مع المنتخب وتخلق علينا سق وقت اللي هو بش يرفض اللعب ويلعب لعب دفاعي. اه. النقطة المذيئة اللي هي سيف التايف بنسبة لنا هريسة هريسة تونسية لو كل اللاعبين يكونوا عندهم كالروح وكل الانتونسيتي دي جو اللي حطها سيف التايف وحتى الوروبلي وطريقة التاكلينج اللي عملوا غيرانها احنا اللي يبس علينا وعنا نسق خليني تاوى بش انا بش قولك راوي كارتون عبش تعملت لك هريسة اخوية متقول ليش عليش انا بطولي هريس انتي قلت عوك. لا هريسة التايف. لحقيقة هريسة تونسية نتمنى انه نرى اللاعبين الكل اللي يلعبوا بالطريقة اللي يلعب بها التايف. كل ما دخل حتى فكاس افريقيا راو عمل لكيك اه. حتى نروح معناها فريمو حاجة تعمل لكيف انه التايف يكون موجود في في المنتخب. لكن ما لغزمونش يلعب جمع هذي. يصبح عنده ضرب. ايه ما لغزمون احكي لكينا عن المردود بتاعه. ولكن اه اه حققنا النتيجة اللي هي مهمة في المبارات هذية. اه المدرب شايف شنية النقاص اللي يزموا يعملها. الاكيد انه هو ضد ناميبيا ما هوش بش يلعب بنفس التشكيل وبش يعمل تغييرات هذية مما لا جدالة ولا نقاش اه فيه. اه منتخب ناميبي وليس بالمنتخب السهل. منتخب عنده نقاط ضعف. عنده نقاط قوة. اهم حاجة هي الكرة الهجومية الكرة الثابتة الهجومية والدفاعية. عنده انتيرير يضرب انتيرير قوشي يضرب الكرة الثابتة حاجة ممتازة. ما كونا كرة ثابتة هو. ضد ليبيريا كرة تضرب تاع ترونسفرسار ممكن على على بعد خمسة وتل ثلاثين متر سيخ يصار ممكن اسمه هوتو يظل يلعب في اورلندو ديون هوتو يلعب في اورلندو بيراتس رقم سبعة. اه انتيرير دو بولاريتي حاجة ممتازة. دون كيزم نقرأو حساب ناسور ليباريتي. في المستوي الكرة الثابتة الدفاعية منتخب ضعيف. شفنا معناها ذدنا. حتى هو جميع انت ضعيف. ذد ليبيريا رونتريد توش طويلة. اه تسجل فيها هدف ابيض تحسب ارجو. تسجلت والهدف التعادل متاع المنتخب الليبيريا على على رونتريد توش حارس المرمى ما معرش يقرأ اه الكرات العالية ويخرج اه خروج خاطئ. دونك كيزم ننركزوا على الكرات الثاب تمتعنا الهجومية ونقرأو حسابنا على تيرير. نجم نجم نتحسنو. شكولنا عنا تيرير. نجم نتحسنو. نجم نتحسنو. ما هو شو ما تقول لي انت احنا ضعاف فيها. وقت ليبدا عندي 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 طالبي وعندي مرياح وعندي لاعبين. يشكولش حل. يشكولش حل. لا نجم نلقاو حرور حتى على مستوى التجديد. بالله ما دي نقطة نقطة يزمني نكملها. ما يزمنيش ندخلوا بخاوة كبير ضد ناميبيا ونعطيها حجم اكثر من حجمها. الضغط العالي يزم يكون مدروس لانه وقت لي ضغطنا اه في تونس ضغطنا بضغط الحقيقة ما كانش ممكن كيما المتوقع وخلينا معناها ممكن لاعبين اللي هما دون محاصرة على مستوى وسط الميدان واللي هو خلقنا دي كلاش في في الضغط هذية يزم نقراه لبريسينك بطريقة صحيحة لانه اه وقت لي ليبيريا ضغطت عالي على ناميبيا وعملت خطأ في الضغط ناميبيا قدرت انها تطلع بالكورة وجاء الهدف متاع ناميبيا الهدف متاع ناميبيا جاء على انابل دوبال انتر لكسيال درواء ولريدرواء من اللاعب رقم ثلاثة اه اللي هو ميلعبش في جامعيته ولكن اللعب تيتولير معنا ميبيا اه وما كانش معدوش تانجو معنا يفو فر اتنسيان في العمق لكوفرتور ان دياغونال اه الاجسيان تعال بروفوندور ما بين الحارس والدفاع وهذا مهمة ضدنا ميبيا به اه اه طالق كيفاش بشكون نقدي المنتخب اش نوع جديد في المنتخب معتاز الدين بقول تقبليك يجب يكون موجود شواء المنتصر لوحيشي مونتصر اكيد بشي بدل في المبارات هذي اكيد ليه معتاز دينما عطيت اعطيت اه اكزامبل انو اه ملاعبي اه دينما كي تبدأ حاجة اه سلبية نقولوك تبدأ حاجة ايجابية ايجابية اه وانو ملاعبي خرج متراجي على حاجات اه اه سبورتيف واكسترا سبورتيف في عام يرجع للمنتخب صدفة لانو مشينا المصر وبعد كي اه ملاعبي التراجي ملاجموش يلتحقوا بالاهاي عندهم الماتش متاعات شامبينز ليغ ايه ووجود فليست الاجي ايه لا وكي جي انا معناها قعد فليستة هنا عاود اه دعوتو مرة اخر دونك بليعبي حتى اه في 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 قلبو كما يقولو ورجع للصير الراية شكو شنو بشي غير مونتصر شنو بتراها التريقة اللي بشي لعب بها مونتصر انا 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 نتصور اه كما كمنا مش نبديه ونتصور معناها اه عملنا شوت حتى بليس اه كمنا سامحني اه كما كمنا بجويني لا كما كمنا بجويني معنا مو ممكن ياسر نقاو جويني اه اساسي اللي انا عمل لون طريب ايه اه نيد الغندري ولا انا مستغرب في بعض التحالي والتسريحات معنا كان احسن لعب على الميدان كيتخل معناها فم عبيد عندهم مشكلة مع نيد الغندري كاسم ولا كالشانجمون ليسار ولا اه تقلب اه تقلب يعطيك السحك في قولك عليه اه كي تقلب ولا ميد الغندري بممتاز ممكن ياسر ميسا ما قال حب ستار باطيء جدا مش هو بارك وسط ميدان كل ممكن ياسر بشنا انا 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 اه سخيري غندري اخدامهم بالرمضان اه اه افم امكانية بش يظهروا اه ملاعبية اخرين انا نصور تسعة بنسبة كبيرة برشا تسعة وتسعين في المية انو جويني مش يكون اساسي هو راوه منصار مش يكون واضحين في التجارة بالسبقى راوه ميبدلش معرو مع المنتخب رفضت روانتها مصر. ناس كل فجأة لعب نفس التشكيل. علمات شاذية. علمات شاذية. عشوت ثاني. اه. مع اه عدم نجاح ليساعد في. شوت الاول. في شوت الاول. في البوست اللي هو. ولو انو يلعب في جامعيته اه اون بوانت وليلعب كل وار. لكن المنتخب ما تعرف. ما ما فهميش برشا وقت معناه. وعندي شكون بديل. البديك يدخل عمل حاجات بهين. دونك نسور انا. ممكن التايف. اه. التايف مش بشلع. ايه. التايف مش بشلع. لايه. علمين ممكن زادة. رفيعة. شوفوا عشوري. وليه عشوري. عشوري. علي سار يكن اه رفيعة. اه نجم وشوفوا مرتضى بنوالنيس. اه فهمنا نعرفوا اللي مرتضى. ونيد الغندري فهمهم لعبية. يمن بهم انتصر له حيشي كاليتية معناه. اه. وانا شفنا في اول فرصة نعرفوا المشكل الصغير اللي سار مع مرتضى. ايه مع المجامعة. في اول دوب ما تحل. دوب ما تحل المشكل. اه صارت دعوت وحاجة اخرى يزمنا نكونو ما نكونوش قاسين برشة مع 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 الوليد مع هوم يزمعتيو اصون بورسان. ما 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 ناش نارضاه وقال من ثلاثة نقاط. باش نقعدو اه في في اعلى. في زون كنفور زي ده. في زون كنفور في اعلى ترتيب. وكي اه. كنحلو يزمنا نكونو قراب ونكونو من داخل. لانو فهم برشة قسوة. مع المدربة دي خدمة ودي اهو في بلاسة يزمو نس ينقدوه. لكن اه دي ما كي ما قلتك في اول ما بديت نحكي انو صعيبة برشة جورنية تا عجوان ذي. ماشي شكا نس كل في في وضعية بها. وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نشوفوا هدف والا زوز على على بالاريتي. لانو عنا برشة ملاحظتك في بلاستها. اي. عنا برشة مسجلناش على اه على كفرون ولا ضربة ثابتة. عشرة ثواني عشرة ثواني. عشرة ثواني. لعب ممتاز ولكن بالنسبة لنا كمعاوض كمعاوض سخيري كسانتينين. مجموش عبارة مزوجة. نفس الحارس المرة ونفس التشكيلة اه سخيري قدام و غيلين شعلاني و شعلاني و بالرمضان علي صار اتفق تماما مع طارق بنوالناس على اليمين العشوري. ان بوانت جويني وهكاكا بشنير بخوان تيرول دوبالاريتي لي هو مرتضى بنوالناس بسرطية سرية. دونك ولي عنا انا تول قد. و غيلين بشعتينا اللمس الفنية على مستوى وسلم ميدان حتى على مستوى امتيت ديك الكورة ومناخسروا حاجة اخرى اه ربيد ما ما نصورش حمزة وعلي العبدي. ايه. ايه. يعملوا ماتش اسوأ من يعملوه. اسوأ من اللي. لانه اه ممكن صرتوه علي من ممكن اللعب اخي بماشي انه راجع من ضربة. مش نشو كنشوفوا حمزة والعبدي طلعوا شوية لسوسمة بورسان من نيفون تاحهم. شوفوا منتخب اخر. عاتك ساحة تارق سعيد جدا اللي كنت معي اليوم عايشك. عاتك ساحة ستار. مرسي يا عايشك. وصلنا لنهاية الحلقة متاعنا ان شاء الله آآ نهار اثنين يرجع لكم اميني جلنزا. شكرا لفريق العمل اللي آآ اتحملني آآ طيلة آآ اسبوعين. نحب نسلم على اليوم برشا. وهاكا كما قلت وصلنا لنهاية الحل. حسن خليكم معه. الو اي اف ام باي باي.